شائعات كتير انتشرت الفترة الأخيرة بعد ظهور مرض غامض في صعيد مصر وخصوصا قرية العلاقات في إنه ولأن أعراضه بتشمل ارتفاع درجة حرارة المصابين البعض أكد أن المرض المنتشر هو حم الضنق وزارة الصحة المصرية تحركت بسرعة وحسمت الجدل بشأن انتشار حم الضنق بشكل كبير في الصعيد وأكدت أنه ما فيش أي داعي للخوف ولا لا وقالت أن الأعراض المرضية المنتشرة في إنه لحد دلوقتي بتتراوح بين بسيطة لمتوسطة وبتتشابه مع أعراض لأمراض كتيرة والأدوية اللي بتصرف للمصابين بتعالج الأعراض ومش مرض معين فرق الصحة نظرت الحالات وأخدت عينات معملية للفحص من الحالات اللي ظهر عليها الأعراض المرضية وعينات بقية من المياه والصرف الصحي وعينات من البعود ورقات البعود وأظهرت نتائج التقصي والتحليل وجود البعود النقلة لمرض حم الضنق والمعروفة باسم الزعيجة المصرية وكمان أكد تحليل عينات الدم المسحوبة من الحالات المرضية إيجابية بعض العينات لمرض حم الضنق وزارة الصحة أكدت أن جميع الحالات المصابة بسيطة وتلقت علاجها في المنزل ومفيش أي حالات وفاة ووضحت أن بعض الحالات مرتبطة بحالات ظهرت عليها الأعراض في مدينتي سفاجة والقصير لو ما تعرفش حم الضنق فهي عدوى فيروسية بتنتقل للبشر بالأساعات البعود الحامل للعدوى وما يقرب من نصف سكان العالم معرضين لخطر الإصابة أما عراض المرض الأكثر شيوعا فهي الحم الشديدة والصداع وألام الجسم والغثيان والطفح الجلدي تتحسن الحالة الصحية لمعظم المرضى في غضون أسبوع إلى أسبوعين